لا زالت مناطق الصحراء قرب الرطبة غربي الأنبار والوديان إضافة إلى المثلث الرابط بين محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تشكل تحديا كبيرا للأمن الأوساط الشعبية تطالب باستمرار العمليات العسكرية لمنع عودة الإرهاب وتهديداته المستمرة يحتاج دائما القوات العراقية لا تغفل عن تحركات داعش خصوصا بمثلث الموت الذي يربط صلاح الدين الأنبار ونينوى هذه المناطق دائما لا يظهر داعش بين الحين والآخر ويستغل بعض الخلافات التي تصير دائما غياب العمليات العسكرية يظهر داعش بعض العمليات البسيطة لكن تؤثر على الوضع الأمني بمحافظة الأنبار نحن اليوم نطالب قوات الأمنية لعملية عسكرية على صحراء محافظة الأنبار بالذات المناطق المحاذية إلى صلاح الدين ونينوى والأنبار هذه سي ح焚بات خروقات تلك المناطق نتمنى من القوات الأمنية لعملية عسكرية الخلاص من حسر داعش مراقبون من جهتهم أكدوا على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في المناطق التي تشهد خروقات والمناطق الآمنة لداعش الإرهابي على أن تكون تلك العمليات جادة للخلاص من الإرهابي وخطره ولكن أن يبقى هناك جيوب تهدد الأمن هذا أمر مرفوض السلم يعني الناس المسالمين المواطنين العراقيين بشتى جنسياتهم شتى خلي نقول انتماءاتهم أو عشائرهم هم يعني يحبون السلم يميلون إلى السلم فأن تبقى جيوب تهدد لا هذا مو مرفوض يعني صراحة إذا كان هناك فعل جاد من الحكومة ليس عمليات استعراضية ينزلون للصحراء يوم يوم أن ينتهي الموضوع لا أنا مو يا هاي بس إذا كانوا حقيقيين وجادين الكل يعرف هم ذولاك وين قاعدين خلي يسوون عملية عسكرية زينة ويطلعوهم وينطفون العراق إذا يقدرون وإذا عدهم الهمة على هالشي أما بس بروبغاندا سياسية لأغراض سياسية لا أنا مو ياها يتخوف المواطن الأنباري من استغلال داعش الإرهابي للصراعات السياسية وتوقف العمليات العسكرية لتنفيذ أفكاره وإجنداته لزعزعة الأمن والاستقرار المناطق الصهراوية والوديان ومثلث الخطر بين الأنبار وصلاح الدين ونينوى تشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار واستمرار العمليات العسكرية يحد من عودة الإرهاب من الأنبار سعد الحاج قناة زاكروس